وفق وزراء المالية في دول مجموعة العشرين على اتفاق ووصف بالتاريخية حول فرض ضريبة دولية على أرباح الشركات المتعددة الجنسية وأوضح بيان لمجموعة العشرين أن الضريبة المتوقعة لن تقل عن 15% كما أشعر البيان إلى أن الاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح لما يسمى ببلدان السوق أي حيث تمارس هذه الشركات أنشطتها وليس فقط الدول التي تضم مقرات لهذه الشركات وليس فقط الدول التي تضم مجموعة العشرين على أرباح الشركات المتحدة